الطلبة المتميزين مدير كلية الشرطة العميد عبدالله قيران أشار إلى أن المتغيرات السياسية والمسجدات تستدعي رفع مهارات الشرطة ليكونوا قادرين على مواجهة أي خطر بكفاءة أمنية عالية وموجها رسائل ثلاث خلال كلمة الافتتاح التي ألقاها أوجه ثلاث رسائل الأولى لكل الزملاء في المؤسسات الأكاديمية الأمنية والدفاعية على ضرورة النائي بهذه المؤسسات عن التجادبات السياسية على ضرورة النائي بهذه المؤسسات عن التجادبات السياسية والحفاظ عليها كمؤسسات وطنية محايدة والثانية للأحزاب والمكونات السياسية للإبتعاد بأنشطتها السياسية عن التأثير على دور هذه القلاع الألمية الوطنية التي تحتضن جميع ابناء الشعب دون تفرقةٍ أو تمييز وتركها لتأدية الدور العلمي والوطني المقدس والمناطبها وأن يتق الله بهذا الوطن ويجنبوه الفتن ويحافظ على الدم واللحمة اليمنية ورسالتي الثالثة للشعب والوطن رسالة تطمين بأن رجال القوات المسلحة والأمن لن يخذلوهم وسيكون الحصن الآمن للجميع وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اللواء الركن جلال الرويشان شدد هو الآخر على ضرورة النأي بالمؤسسات العسكرية والأمنية عن الصراعات السياسية مشيراً أن منتسبي الشرطة هم مهنيين للوطن كله ومنوهاً في كلمته ببعض الإجراءات التي ستتخذها قيادة الوزارة وعمادة الشرطة خلال المرحلة المقبلة نعيد إن شاء الله بالمضي كدماً في استكبال الدفعة الكادمة في عدن وفي صنعاء وستكون هذه الدفعة في كلية الشرطة في عدن وفي كلية الشرطة في صنعاء وستلتزم الكليتين في عدن وصنعاء بنسبة التي نتجت عن المؤتمر الحوار الوطني وهي 50% من الشمال و50% من الجنوب المكرمون أشادوا بهذه اللفتة مشيرين إلى أنه يأتي في زمن يتعرض فيه المنتسب والجهاز الأمني لاعتداءات واغتيالات متتالية من قبل قوى الشر والتطرف والإرهاب ومشددين على ضرورة أن يكون هناك برامج تأهيلية علمية وعملية لمنتسب الشرطة تأدي هذه اللفتة الكريمة للتذكر بالعطاء الأمني لبعض من عناصره ممن كان لهم شرف تنفيذ وإدارة مهام المؤسسات التعليمية وبالأخص كلية الشرطة في صنعاء وعدن وكما هو معلوم أن أجهزة حماية الشرعية ومنها جهاز الشرطة لا يمكن أن يكون فاعلا في أداهي العمل إلا إذا تم تأهيل عناصره وواكب تطور الجاري على مختلف المستويات والتخصصات علميا وعمليا قبيل بدء الحفل والتكريم شهد ميدان كلية الشرطة عرضا عسكريا لطلبة الكلية وأيضا فروسيا ورياضيا عكست المهارات التي يتلقاها الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية في الكلية خالد الصايدي اليمن اليوم صنعاء ترجمة نانسي قنقر